لكن تعالوا ناخد فكرة كده عن كواليس بقى بعثتنا عشان نطمن على البعثة يعني بعثة النادي الاهلي أثناء تواجدها في الطيارة دجوة الطيارة وأثناء وصولها بسلامة الله إلى تونس تعالوا نشوف إيه اللي كان بيحصل وكواليس كانت عاملة إزاي؟ بالضبط يعني إحنا تقريبا يا كريم بعثتنا وصلة مبارح يعني من 15 ساعة حاجة زي كده ووصلوا بالسلام الحمد لله طبعا دي لقطات من داخل الطيارة وغيره هما بيستعدوا طبعا استعدات قوي جدا وإحنا وثقين بإزن لاف مارس الكولر هو استحب معا 25 لاعب إن شاء الله لمواجهة الترجي بينهم عمر السلية ومحمود متولي وياسر إبراهيم حمد الضاوي طبعا بعد التعافي تحديدا من الإصابة للناس كتير كانت بتسأل وضع الناس المصابة عندنا إيه اللعيبة المصابة وضعوهم إيه الأسف فيه لعيبة مش هتكون موجودة لأسباب فنية وفيه أسباب بسبب الإصابة يعني عندك مثلا أكرم توفيق كريم فؤاد ورقفة خليل حمزة علاء ده بسبب طبعا الإصابة برونو سافيو أيمان أشرف شادي حسين مش عايزة نسحد بس بستغيقل الأسماء كده دي لأسباب فنية فيعني مارسل كولر ليه رؤية دايما ما حدش يتدخل أبدا والعادي ما حدش أنه له الحق أنه يتدخل لكن مارسل كولر من المديرين الفنيين اللي أنت بتدخلش يا كريم خالص معاه وفي نفس الوقت أنت بتاثق جدا في قراراته لأن كل مباراة هو بترجم على الملعب أنه كان قراره صح فبالتوفيق إن شاء الله للبيعة أكيد كواليس وكل الأخبار هتكون يعني خطوة بخطوة متغطية على قناة النادي الأهلي السواء طبعا في البرنامج بتاعنا أو على مدار البرامج الأخرى صحيح وفي إجمع كمان على أن الحالة النفسية والمزاجية لكل البعتة الحقيقة على أعلى مستوى وكما ينبغي أن تكون بما يتماشى بقى كمان مع اللي كان حاصل في الفترة الأخيرة حضرتكم أكيد تبعتوا من النادي الأهلي في الفترة الأخيرة هي عمل يعني شغل زي الفل على كل الأصعادة محليا وإفريقيا فده بطبيعة الحال بيلتج عنه حالة من الثقة والإحساس بالاستقرار لكن كالعادة دون أن نبخس المنافس حقه وخصوصا لما يكون المنافس من شمال أفريقيا بشكل عام سواء كان تونس أو الجزائر أو المغرب لأن دايما الحقيقة لقاة النادي الأهلي مع القادمة من شمال أفريقيا لا بيبقالها خصوصية شديدة جدا ومهما كان الحال اللي عليه الفريق المنافس في الوقت الحالي لا بيجي كالعادة قدام النادي الأهلي والموضوع بياخد بعد تاني خارج بص كمان لو هنتكلم لغة الأرقام يا كريم الأهلي فاز بالبطولة عشر مرات يعني هتيجي تتكلم هو رقم قياسي إفريقي بعدين عندك بقى مازينبير كونغولي عندك الزمالك المصري برسيد خمس بطولات لكل منهم فانت بلغة الأرقام انت في حتة تانية بيليهم طبعا التراجي التونسي برسيد أربع ألقاب يعني فرقم قياسي إفريقي كده كده انت محقق وانت رايح قراري بطل لكن احنا ما عندناش فكرة الاكتفاء بالبطولات يعني انت عندك دايما وبعدين نيكست اللي جاي فاحنا متطلعين لللي جاي بالتوفيق وبرضو هنتكلم أكيد في الفقرة الحوارية مع كبتون سدي الجمال في كل التفاصيل المتعلقة بقى بالفنيات وغيره ان شاء الله شكرا